اشتركوا في القناة قد يكون غير ما يعترض أخاك لكن الإنسان في كل أحواله ليس له إلا الله في كل أحواله ليس له إلا الله وقد تجلى توكل خليل الله على ربه في أمور عظيمة يكفي قول الله فلما أسلم وتله للجبين عندما أمر بذبح ابنه وقد تجلى في حياته إبراهيم ما كان في قلبه من رقة وشفقه على الناس الناس جبلوا على أنهم يحبون ويجلون من يرون في قلبه الشفق عليهم ولو كان ظاهر أمره النكال والعقوبة ولا يحبون من ظاهر أمره الحقد والبغض عليهم ولو أظهر لهم أنه يحبهم والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها خليل الله مر على الأصنام ورأ صنيع الأصنام في الديار فالرب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هو لا يعني أنه يفقه أن الله عز وجل يغفر ويرحم لمن أشرك به هذا من قواطع الشريعة التي لا تكون لكنه يقول بلسان الحال والمقال لمن حوله هذا الذي أقدر عليه ولم يسأل الله المغفرة لهم لكنه أخبر أن ربه غفور رحيم أيًا كان تفسير العلماء للآية لكن تظهر لك ما كان في قلب إبراهيم عليه السلام من الشفق على الناس والإنسان كلما كان رحيما شفيقا بمن حوله كان أقرب إلى الله وقد أثنى الله عز وجل على خيار خلقه بهذه الصفة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا هذا كله يستسقى من خبر خليل الله إبراهيم لا